يمكن الفترة اللي فاتت ودرجة الحرارة كانت عالية شوية كنا بنعد نتكلم عن أهمية شرب الميا الكتير وإن احنا ناكل فاكهة ويمكن من نعم ربنا علينا أن فاكهة الصيف معظمها بتكون غنية بالميا والسوائل والفيتامينات عشان تقلل الإحساس بالحرارة وتعمل توازن لنسبة السوائل الموجودة في جسم الإنسان عشان كده هتلاقي معظم الفاكهة دي بتتعامل بقى عصير بتكون من الحاجات الأساسية في كل بيت مصري بفصل الصيف بالتحديد يا شهد بكل تأكيد لكن برضو عايزين نعرف حاجة مهمة هل أكل الفاكهة ولا شربوها عصير أيهما أفيض أعتقد شربوها عصير عشان بيكون فيه الميا كمان بتدخل يعني كعنصر إضافي الميا أنت تتكلم كفايدة؟ أه كفايدة أكلها هنعرف بقى احنا هنقض نفتي بقى ودكتور موجود طبعا معنا دكتور محمد سامح أبو زيد الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغزاء اللي بنورد صباح خير عليك أهلا سامس أعذرنا احنا كنا بنتناقش من يعني اعتبرها بلفتي بس يا دكتور احنا كنا ممكن نبتدي بأي سؤال لكن عشان يعني نأكد لأستاذ جازلي عايزين نعرف هكتبقى فيصل في الموضوع ده طبعا أكل الفاكهة طبعا كفريش أفضل من شربها ولكن احنا بنرجع لهتة مهمة قوي هل يترى كل الناس بتقبل على أكل الفاكهة طازة ولا لأ فاحنا بلازم نخاطب الفئتين اللي بيأكلوا واللي ما بيأكلوش اللي بيأكل الفاكهة طازة هو مريحنا خلاص بيأكلها على الصورة الطازجة بتاعتها وبالتالي بيأخد كل المحتويات بتاعت الفاكهة وخاصة الألياف اللي هي بيفقد جزء منها كبير أثناء عمل العصير والناس اللي ما بتقبلش على أكل الفاكهة طازجة بنتطر ان احنا نعملها لها في صورة عصير طب ليه يعني إزاي بيفقدها إزاي الفرق يعني أنا بجيب أنا مثلا خلينا نكلم عن البرتقان مثلا أنا جبت البرتقانية زي ما هي عصرتها إيه اللي حصل بقى حضرتك لما بنعصرها بيبقى فيه جزء من الألياف موجود في المصفى اللي احنا بنعمل فيها بنلزله بنلزله فبالتالي احنا بنفقده لكن لو كالتي البرتقانية كاملة فانت بالتالي بحصر على كل الألياف والفايد اللي موجودة في البرتقان هي دي الفرق ما بلا تنين ما عليش مثال بفاكهة تانية ممكن تفقد اي عنصر من العاصر الموجودة فيه التفاح مثلا الكومترة مثلا ودي الحاجات الجديدة اللي احنا بندخلها في العصير الجوافة مثلا الجوافة رغم ان فيها بزر ولكن انا ما بجأ صفي ما بطلعش البزر بس بيطلع جزء كبير برضو من الفايبرز موجود البطيخ يا دكتور البطيخ زي ما هو عصير زي ما هو ده بتعمل يا بالهند بلندر يا بتعمل في القلاط العادي فده بالتالي انا بحصل على كل الفايدة اللي موجودة فيه فيه كده وفيه كده مثلا لو جينا نتكلم على المنجة على سبيل المسال ما انا بقشر وباخد البزرة بس بستفيد بكل البلب اللي موجود في المنجة لكن الحاجات اللي انا اللي بيبقى فيها جزء من البزور او كده فبضطر ان انا اصفي زي زي ما قلتنا حضار كده الجوافة مثلا طيب الفايدة الفاكهة عمتن في فصل الصيف وخلينا اقول كمان فصل الشتة لانه يعني حاجة زي البرتقان واللي استفاد زي الحاجات اللي فيها فيتامين سي وهم قوي يدخلها لجسمنا فايدة الفاكه بشكل عام لدخول الفيتامينات لجسم الانسان قبل ما نقول فايدة الفاكهة احنا لازم نتكلم على عناصر الغذاء الخامسة من اهم عنصرين موجودين في عناصر الغذاء الخامسة الفيتامينات والاملاح المعدنية الفيتامينات والاملاح المعدنية المصدر الاساسي ليهم هو الفاكهة والخضار وبالتالي أنا لازم سواء صيف أو شتاء أو أزب على أكل الفكهة والخضار طيب تعالى بقى إحنا بنخاطب الناس اللي هي ما بتاكلش فكهة والخضار أو بخاطب الأطفال اللي بيغلبونا في أكل في تناول الفكهة والخضار والحاجات اللي زي كده علشان كده أنا مضطر أن أنا أعمل لهم مزيج ما بين العصائر الخاصة بالفكهة والخضار مع بعض بحيث يستفيد بالقيمة الغذائية للتنين مع بعض فبالتالي أنا أفضل حاجة بالنسبة لي أن أكل فكهة والخضار في صورتها الطبيعية الخضار ممكن أكله في صورة سلطة ممكن أكله في صورة مباشرة الفكهة نفس الكلام وده أفضل حاجة بالنسبة لنا نحن تعودنا عليها طول عمرنا ولكن مع الأجيال الجديدة في بعض الأجيال بتفقد تماما الشهية الأكل الفكهة في صورة زجة أو الخضار في صورة زجة فبالتالي أنا أضطر ألجأ أو أتحايل على الموضوع أن أنا أبدأ أعمل لهم عصير في صورة شهية يقدروا أنهم يتناولوا ويدون جزء كبير من الأرض بتاع اليوم أو من القيمة الغذائية بتاعة الفكهة والخضار ده طيب سمعنا الشاي بلبن بيقلل من امتصاص الحديد تقريبا مضبوط الكلام ده هل في العصائر برضو أنت عارف أنك عارف أن فيه مكسات كتيرة طالع لي من دول هل في العصائر حاجة مثلا ممكن لو حطينا فكهتين على بعض ممكن تقلل من العناصر الغذائية الموجودة فيهم هو من فضل ربنا علينا أن نحط كل الفكهة على بعض ما تقللش حاجة وما تعملش حاجة ده من فضل ربنا علينا يعني حمد لله حط كل أنواع العصائر على بعضها تمام ولكن احنا فيه عنده لحاجة اسمها فلسفة الخلط بمعنى أن لما أجي أحط مثلا عصير فكهة على عصير خضار أنت عايز طعم إيه اللي يبقى باي فأنا طبعا يهمني طعم الفكهة هو اللي يبان فبالتالي أما باجي أستخدم خضار مع فكهة بأستخدم خضار يكون الطعم بتاعه ضعيف مش مؤسس والفكهة الطعم بتاعها هي اللي قوي بحيث أنا كزوق مستهلك لما باجي أشرب حاجة لازم يبقى طعم الفكهة بتاعها اللي باين طبعا أنا ليه أحط خضار مع فكهة طيب ليه أنت دولت سؤال جميل أول الفكهة العنصر السايد فيها السكريات رغم أن السكريات دي على صورة فركتوز اللي هو سكر الفكهة ولكن ده سكر أحادي بيمتص على طوم بباشرة في الدم لو شربت منه كميات كبيرة في اليوم يبدأ يرفع مستوى السكر في الدم طب الخضار ما فيهوش تقريبا كرباهيدريتس هو عبارة عن منجم من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية لما حط الاثنين مع بعض يبدأ يحصل التوازن في عملية السكريات بالنسبة للمتصاص في الجسم دكتور في بعض الناس كانت بتقول أن الخضار لما بيتطبخ بيفقد المعادن الأساسيين اللي فيه أو المنرز اللي فيه هل ده حيية ولا لا؟ هو مش بيفقد كل المعادن بيفقد جزئي هي تجاوز 25% تقريبا لكن طبعا الفيتامينات اللي بتتأثر بالحرارة هتتأثر ولكن بقية المعادن والفيتامينات موجودة زي ما هي بنسبة 75% تقريبا أثناء عملية الطبخ والتجهيز عصي فيه مثلا حاجة زي الكوسة لازم تطبخ كل الأكل لازم تطبخ كل الخضار البمية البسيلة الفصولية لا يعني ممكن الخيار مثلا ما يطبخش الجرجير الخاص الكابوتشة دي خضارات الوراكات طازة لأنا بتكلم انت حضيك بتكلمي على الطبيخ بالضبط أنا عايزة أطبخ مثلا بالوقت مثلا كوسة أو بطاطس أو هل النهار ده مجرد ما شمت النار الحاجات زي بتطبخ بتطبخ جزء حوالي 25% تقريبا من قيمة الغذائية ولكن بستفيد بال75% التانية اللي موجودة فيها طيب احنا نتكلم عن العصير يعني مثلا لو هنعمل عصير منجة ما تبقاش منجة بس المضروف بيتحط لها مية وده اللي كنتم بتكلم فيه مع بسانت ان شوية أعتقد ان المية بنضيف عنصر برضو للعصير اعتقد حاجة مهمة بنحط لها سكر ده مضر طيب عشان نتكلم مثلا عن العصير المنجة على سبيل المثال عصير المنجة فيه عندي حاجتين فيه عصير المنجة اللي هو سك طبيعي زي ما بنعمله في البيت المدام عندك المدام عندك بتعمله بس لازم يفكب شوات مية اه سكر ومية وفيه زي اللي بتعمل برة ما بيبقاش منجة لوحديها بيبقى منجة معاها حاجة تانية وهنا بقى بنستخدم اللي هي الخضار مع الفكهة بقى بيستخدمه البامبكين او القرع العسلي دايما في عمل عصير المنجة هنا هنوقف عند نقطتين بيبقى معروف ان هو مستخدم فيه ده ولا مش النقطة الاولانية ممكن بتخش تحت ماند الغش لان انا استخدمت مادة ملقة هو بالنسبة لهم كمادة ملقة رخيصة شوية عن المنجة وبالتالي انا بدل ما بقى عمل كيلو بالمنجة هي عمل اتنين كيلو بس مفيد بالنسبة لنا احنا بقى كأسناعات غذائية لا ده انا برفع القيمة الغذائية للمنجة وبقلل من استهلاك الاملاح المعدنية الضرة اللي موجودة في المنجة خطبال حضرتك ودي اللي بنسميها بقى فلسفة الخلق البامبكين الطعم بتاعه فلات ملوش طعم قوي وبالتالي طعم المنجة هو اللي هيغلق ثانيا القوام الفيسكوستي بتاع البامبكين او الارع العسلي ماشي مع القوام بتاع المنجة لان انا كمستهلك عايزة اشرب منجة لازم يكون قاومها تقيل احس ان هي تقيلة واشربها على هذا الاساس فدي وعايزة معلقة دي فدي فدي نقطة مهمة طب عايزة اعرف من حداك حاجة دلوقتي ان انا بنتكلم عن المنجة يعني دي من اكتر فوقه المفضلة في الصيف عند كل الناس يعني اولي الاول ما تلاقي حد ما بيحبش المنجة بالذات ازاي او كام واحدة في اليوم مسموحي بيها يعني انا النهار ده واحدة من الناس ممكن اكلي تلاتة في اليوم الناس تقول املاح مش عارفة اي الحاجات زي كلها هل خطر ان انا اكل اكتر من خليني اقول اتنين سمرتين من منجة في اليوم ولازم بس انفرق في المنجة بين حاجتين فيه اصناف خاصة للاكل ودي تبقى اصناف غالية شوية وفيه اصناف خاصة بالعصير ودي اللي بتبقى رخيصة اصناف الخاصة بالعصير للأسف هي دي اللي الناس بتشتريها لرخصة امنها نظرا لزروف الاقتصادية بالبقى فالناس بتقبل عليها بشيء عالية جدا وده يأكلوها زي الزبدية زي السكري زي البلدي ودي بالتالي اصعارها في السوق بثلاثة من 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه فالتالي رخيصة فالناس بتقبل عليها بشيء عالية الفرق بقى ما بيلي اتنين ايه الفرق ما بيلي اتنين ان انا لو انا اسرة مكوناة من خمس افراد وروحت اشتريت خمس صمرات زبدية 2 كيلو مثلا فدت لكل فرد صمر فكده الاملاح المعدنية الضرة اللي موجودة او العالية اللي موجودة في المنجا بتاعت العصير دي خدها فرد واحد طب لو انا عملتها عصير فصمره واحدة هتتفرق على الخمس افراد ده الفرق ما بيلي اتنين لكن المنجا بتاعت الاكل نسبة الاملاح اللي تتاعتها متوازنة فما فيش اي مشكلة انكم من صمره الاتنين بس ما كلمشوا مع بعض في وقت واحد يبقى الفرق ما بين دي و دي حوالي 6 ساعات تقريبا طيب بس لازم اشرب برضو كمية مية كبيرة بعد اكل تناول المنجا من العصار المنتشرة في فصل الصيف هي اللامونة ناعة في ناس بيحطوله سيرم وفي ناس بيحط سكر كتير قوي وفي ناس بيحطوا لبن اهمية العصير دي في فصل الصيف هو حضارك تلوقتي احنا بنشرب العصير لين مش عشان تحس بالطعم طبيعي بتاع الفكهة انا ما بياس شوية سكر وبعايس حاجة سععة يعني مية سععة لا هي الفكرة انت ازاي تمايز ازاي تمايز كل عصير عن التاني وهو لو كل السكر فيه عالي لو كل عصير انت شربته سكر في عالي انت مش هتبين طعم العصير هايبين طعم السكر بس اجمل حاجة في العصير ان لازم يبقى السكر فيه متوازن السكر فيه اقل من طعم العصير نفسه فبالتالي دايما لما نيجي نعمل اي عصير حتى لو في البيت لازم كمية سكر قليلة عشان تستفيد بالطعم الطبيعي بتاع الفكهة اللامون بالنعناع ده قصة جميلة يعني هو بستفيد بفوايد النعناع كلها وبالذات المنتول اللي موجود في النعناع على إنه مهدئ يخلي الجسم في حالة ريلاكسيشن كده وهدوء تام الاسترخاء اللامون نفسه منعش جدا بيحتوي على النسبة عالية جدا من فيتامين سي وفيتامين سي ده من أفضل مضادات الأكساد الطبيعية اللي هي موجودة في الجسم يخلص الجسم كلها من الشوادر والسمون ويخلص الكبد من مشاكل كتيرة جدا 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 يديك إحساس جامد بالانتعاش مجرد ما تشرب كوباية اللامون بالنعناع تحس إنك فرش يعود جزء كبير من السوائل اللي بتفقد عن طريق العرق والبول فبالتالي ده من أفضل الحاجات اللي تشرب حتى لو تلاحظ يقول لك توق دمك وشرب كوباية عصي اللامون الجديد بقى لامون بالنعناع وممكن نبقى دل ورق النعناع ده بورق الرحان برضو فوايد كتيرة جدا وزيوت طيارة وزيوت عطري مجرد حدوثك جدا لا أنا جرب تستفيق أنت بتشم ريحة الرحانة هتحس بتعمها طيب بكتور هل فيه يعني مثلا خطورة أو مش خطورة يعني مش أحسن حاجة إن إحنا مثلا نبقى بنشرب عصير ومش الموسم بتاعه يعني فيه ناس ممكن تشرب برطقان في الصيف ومانجة في الشتاء هل ده خطر بإنها ممكن تبقى متخزنة بقى لها فترة مش فرش أنت فيه حاجتين في السوق فيه ممكن تروح يمحل عصير كبير هتلاقي عنده فاكة الصف والشتاء موجودة مش كا في صورة فاكهة في صورة مخزنة بيعملوا عصائر جراك اللي هي موجودة في السوق ما هي صف الشتاء موجودة الفاكهة أنا بقى كرب أسرة أو ست بيت مثلا في البيت أعمل إيه؟ أنا دلوقتي عندي موسم المانجة مثلا على سبيل المسال ما فيش أي مانع إن أنا أقطع المانجة بتاعت سليسيز وأبدأ أحطها في الفريزر بس في كل كيس أحط شاد سكر أهمية السكر هنا إن بيوقف نشاط الإنزيمات ويعتبر مادة حفظة وما بيخليش يحصل أي مشاكل للمانجة أثناء عملية التخزين وأبدأ أستخدمها في الشتاء إحنا من العداد بتاعتنا مثلا إن إحنا في الصيف نعين مانجة عشان رمضان من العداد الغذائية بتاعتنا إن إحنا نشرب عصير المانجة في رمضان خدت بالحضرتك أو في الشتاء بصفة عامة لأن هي المانجة محصول صيفي فالمهم إن أنا لما أحط الفكهة بتاعتي لا يتجاوز التخزين بتاعها من 4 على 6 شهور يبقى أنا بالتالي لو أنا عندها دلوقتي في الفريزر اللي حين الاستخدام في الوقت اللي هي مش موجودة فيه ما فيش أي مشكلة بس ما يكونش عد عليها 6 شهور لو عد عليها 6 شهور يفضل إن إحنا نتخلص منها يبقى اللي عايز يشيله رمضان وييجي في آخر السيزن بقى أو في آخر السيزن ودائما هي المانجة كيتو كانت اللي هي صنف متأخر ده للعصير بيبقى لحمي الصمرة كبيرة ولحمية والبزرة بتاعتها صغيرة ده رشيل منها كميات كبيرة عكس الزبدية والحاجات بفي ناس بيخزنوها زي ما هي على وضعها كده بإشراح مشكلتها بيحصل لها زاهرة كده اسمها زاهرة البرونينج أو اللون البني الغير مرغوب فيه والطعم السمكي فبالتالي هو الأفضل إن أنا بقطعها وبحطها في كياس وحط عليها سكر اللي هو المادة الحفزة يعني وطبعا ما حطش كمية كبيرة من السكر لأن خلاص هي بتبقى جاست أدد كل دووتر يا دوب أنا أخدها أحطها في البرندر مع شوية مية وخلاص لأن هي فيها السكر وفيها الحاجة الطبيعي بتاعتها لو جينا فيه برضو نقطة مهمة الجماعة اللي هم عايزين يخففوا الوزن شوية أو مرضى السكر لازم نهتم بيهم برضو حتة إن أنا أستفيد بقى بالطعم التاع الفاكهة دي أو أبدل السكر بتاعي بحاجة آمنة فيه مثلا عندي نباتة اسمه نباتة لستيفيا وده يعتبر كبديل آمن للسكر فيه منه حاجتين أو ثلاث حاجة فيه ممكن نستخدمه فرش زي ما بيستخدم اللامون بالنعناع ممكن نستخدمه درايا هو مجفف أصلا زي النعناع الناشف كده وفيه مستخلصات منه طلع على صورة زي السكر كده الأبيض وبالتالي أنا أقدر أستخدمه في الحالتين أقدر أستخدمه للجماعة اللي عايزين يخفوا الوزن شوية وأشرب العصير الطبيعي زي ما نعايزنا في شاي مشكلة خالص وأقدر أستخدمه المرضى السكر بطريقة أمنة يقدر يشرب العصير بتاعتهم في شاي مشكلة خالص نشكرك دكتور محمد سامح الأبو زيد البحث بمعهد بحوث التكنولوجيا الأغذية على قدك معنا نشكرك شكرا جزيلا نعافة